احنا في قرطبة دلوقتي لما يشوف الطريق الرئيسي اللي بيوصل على المسجد الجامع اللي هو بقى كنيسة بتاع قرطبة في شوال حد في الشارع ساعة تلاتة ونص واضح ان دي ساعة السياستة ان نمط نمط الشوارع مشابه جدا لنمط شوارع بتاع القاهرة الفاطمية والحسين والمنطقة دي حتى في مشربيات بس المشربيات بتاعتهم ازاز احنا عربنا في معالم من المسجد بدأت تزغن ايه في اخر الشارع يا ترى شفناها فين قبل كده عرايس السماء بتاعت انهي مسجد احنا الان تمام ركن مسجد قرطبة بمقرار بمقدان تو الشهيرة ساعة الكانب ها بسم الله الرحمن الرحيم احنا الان بسم الله الرحمن الرحيم ابداع صورة دلوقتي احنا دخلنا المسجد من احد اركانه البهو ده احد الارويقة اللي بناها عبد الرحمن عبد الرحمن الاول هو اللي اسس مملكة قرطبة لما فر من بطش الدولة العباسية اللي كانوا بيتردوه اخر خلفاء بني اومية وصل لقرطبة وصل لاسبانيا وفي خلال سنة كان فتحها واسس فيها المملكة بتاعته بتاعت الدولة الاموية علشان ياسس الجامع ده كان محتاج ارض الارض ده اشتراها من بقايا كنيسة سان فينسنت اللي كانت موجودة في نفس المنطقة وسواها وبدأ في ان هو يستخدم بعض الاعمدة اللي موجودة فيها زي ما هو بين كده الاعمدة الترس بتاعتها مختلفة وعلشان يستطيع ان هو يطلع بالسقف الارتفاع اعلى استخدم فكرة العقود المزدوجة اللي هو عقد فوق عقد بنفس العتب ونفس البسافة البينية بين العمدان المسجد كان يتسع لحوالي خمس تلاف مصلي على تسع اروقة كلهم متجهين ناحية القبلة روعة وبساطة العمارة الاسلامية العقود اللي موجودة في المسجد بيوصف بان هو من اجمل وارشق العقود اللي موجودة في العمارة الاسلامية خاصة التشكيل بتاع العمود اللي شايل العقد العمود بيبدأ من القعدة بجزء رخام ودي قدرته على التحمل اقوى ثم يرتفع تدريجيا ثم يرتفع تدريجيا الى ان يكون عمود من الحجر المربع التصميم ده داله شكل رشيق وانسيابية متدرجة الى اعلى عكس ما هو متوقع ان الجزء الاسفل المفروض يكون هو السميق والجزء الاعلى يكون الرفيع التصميم بتاع المسجد كمسكة افقي متاخد من المسجد الاموي اللي في دمشق اللي هو اصلا برضو متاخد من البازيلك الروماني اللي هي بتحتوي على ايل مركزية رئيسية في النص في المنتصف ويحيط بها امراض جانبية على الصفين نحن داخلينا على الجزء من المسجد اللي تحول الى الكنيسة رغم ان اول لما دخلنا الكنيسة الاسبان بقيادة الوقت نحن هندخل الجزء من المسجد اللي تحول الى الكنيسة هنلاحظ الترانزيشن اللي حصل في الارشاط باضافة زخارف كنسية فوق العقد الاسلامي الشهير ثم تم اضافة الاقبية اللي هو القب بالطريقة القطية الشهيرة الطريف في الموضوع ان المسجد تحول الى الكنيسة على مرحلتين المرحل الاولى كانت في عهد الفونسو السابع اول لما دخل واخد كرطبة من المسلمين على طول دخل على المسجد وافتتحوا ككنيسة للصلاة لكن الموضوع ده ما استمرش واول لما مشي اعادت التقوص الاسلامية للصلاة في الكنيسة حوالي اكتر من خمسين سنة بعدها رجع تاني وحولوا الى كنيسة المرادة تحت حماية العزرق موسيقى المرحل المنفحل المرحل ترجمة نانسي قنقر